اذكر الله وخلطائك في مجلسك اذكر الله وانت غاد الى بيت من بيوته اذكر الله وانت ترقى سلم بيتك اذكر الله وانت بين ابنائك وبناتك اذكر الله وكل آمن وحي ان في خط السماوات والارض واختئا في الليل والنار آيات لأولي الأرباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خط السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت والله جل وعلا يقول ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ومن غلب عليه استماع الفواحش والالتفات إليها والاشتغال بها حرم من نعمة ذكر الله ومن غلب عليه حب الله والرضى بدينه والمسارعة إلى مرضاته غلب عليه أن يذكر الله في كل آن وحين وليعلم كل أحد أن ذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر قال أصدق القائلين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اشتركوا في القناة